لا نجتمع من أجل التعامل مع التحديات الحالية فقط بل للرسم خارطة طريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً واستدامة ويلبي تطلعات شعوبنا إن ما يميز هذه المرحلة هو أن الابتكار والاستدامة تشكل الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي القادم لقد أصبح من الواضح أن النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطاً فقط بالموارد التقليدية بل يعتمد على قدراتنا على الابتكار وتبني التقنيات الجديدة بالإضافة إلى عادة التفكير في كيفية استغلال الفرص المتاحة إن الاقتصاد اليوم بحاجة إلى محركات جديدة والقدرة على رؤية ما هو أبعد من الأزمات الحالية والبحث عن حلول تعيد رسم المشهد الاقتصادي العالمي بطريقة تحقق التوازن بين النمو والازدهار من جهة والاستدامة والعدالة من جهة أخرى أصحاب الفخامة السيدات والسادة إن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد الحديث يجب أن يكون مرناً متنوعاً وقائماً على الابتكار وعلى مدى العقود الماضية قمنا ببناء اقتصاد يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم ومع ذلك فإننا ندرك بأن النجاح لا يعتمد على الحاضر فقط بل على استقراء المستقبل وتبني الاتجاهات الجديدة التي تخدم مصالحنا ومصالح شعوبنا وأجيالنا القادمة تفخر دولة الإمارات بأنها حققت قفزات نوعية في العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي كما تستضيف عدداً من أبرز الفعاليات الاستراتيجية على المستوى الدولي التي تمثل منصات أساسية لتعزيز الحوار الاقتصادي الدولي وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام إن الاقتصاد الأخضر يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفي الإمارات نرى أن التحول هذا النوع من الاقتصاد هو فرصة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي لقد استثمرت الإمارات في مشاريع كبرى للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونعمل على تطوير التقنيات حديثة تعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويعد دعمنا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر جزء من رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام يراعي الاحتياجات البيئية والاقتصادية للأجيال القاضية أصحاب الفخامة من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيبة تعزز الإمارات علاقاتها التجارية والاستثمارية وتخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي وتعد هذه الاتفاقيات من الركائز الأساسية في سياسيتنا الاقتصادية الخارجية حيث تتيح لنا فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية اقتصادنا في الأسواق العالمية وتعمل على تعزيز التعاون مع شركائنا بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف نؤمن في دولة الإمارات بأن بناء الشراكات التنموية هو مفتاح النمو المستدام ومن ثم نعمل على توسيع هذه الشراكات وخاصة التي تعتمد على الابتكار مع التركيز المتزايد على القطاعات التي تساهم في الاقتصاد الأخضر السيدات والسادة في نهاية اجتماعنا اليوم برئاسة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين فإننا نؤكد أن الإعلان المشترك الذي سيصدر عنه سيكون خطوة مهمة جدا نحو تعزيز التعاون بين دولنا ووضع إطار عمل مشترك للمضي قدما في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المشتركة وشكرا جزيلا